والنهاردة معايا شاب من المبدعين والموهودين والبعض بيتنبأ بانه سيكون ايلون ماسك العالم العربي لانه نجح جدا بادئ من بادري عنده رؤى عنده تصورات اشتغل في شركات كبيرة جدا رائد اعمال كبير مؤسس شركة ايجزيت شركة ايجزيت يعني تخارج يعني خروج يعني ايه ابقى عندي شركة بتاع تخارج خروج احيات كده الشركة دي بتعمل ايه هنكلمكم كمان كل شاب عنده مشروع صغير عنده مبلغ من المال عنده شركة تعطرت ازاي نقدر نشتغل تاني ازاي ممكن نحلم لان دورنا احنا نغير من نفسنا في ظل الازمات الاقتصادية وفي ظل الحروب دائما بتكون هناك فرص وعيدة في ناس بتستسلم للازمات وبتنهار اقتصادية وفي ناس بتستغل ده وتعتبرها فرصة رائعة للنمو والنجاح ده حنقشه مع ضيفي العزيز الاستاذ محمد نجاتي اهلا وسهلا ازاي كفا محمد نجاتي وابو النجاح بالضبط كده الاتنين الف امروك على البرنامج الله يبرك فيك ربنا يحفظك نورتني ربنا يخلينا ليه اجزت والله ده وقتها بمعنى خلينا بقى صريح هو الشغلانية بتاعتنا دي كل فترة بيبقى فيه عنوان للمرحلة يعني خلينا ارجع بالتاريخ الورا شوية في الاول خالص كان بداية الشركات الناشئة وبداية اللي استثمارات في المنطقة هنا في التكنولوجيا وبعدين ابتدى يحصل تحول الشركات دي بقت اسامة كبيرة وبعدين ابتدى الشركات دي تبقى احجامها اكبر من شركات موجودة في قطاعات اخرى انا اظن ان اليومين اللي احنا فيهم واللي جايين فيهم استحوازات واندماجات وتخارج وخلينا نقول تسييل الاموال بشكل كبير عشان نبدأ بقى ده بتعتبره منقذ لبعض اظمات الشركات يعني بشوف دلوقتي بعرف ان بعد شركات العقارات بتعاني جدا شركات كبيرة غير الاسماء المعدودين في شركات متوسطة وفوق المتوسطة بدأت تعاني وبتعرض شركاتها للبيع وده بيعتبر البعض حل علشان ما تنهرس في هذه الشركات فنقدر ننقذها بتشوف واقع العقارات في ظل الازمة دي ايه والله انا بشوف ان البيع حل مثالي ولازم الشخص او الشركة تبيع في احسن وقت ديه مش في اوحش وقت ديه اه للأسف احنا بنتكلم في اوحش وقت البعض الشركات بالزبط لما الشركة تبقى منورة كده وعملة شغل وفيقة زي ما بنقول بلغتنا ده بيبقى احسن وقت للتخارج منها وده بيجي دورنا يعني في كل وقت بيبقى فيه شركة منورة او عاملة ارباح كويسة او عاملة رواق كويس ده بيبقى احسن وقت لكن لما بتستنى ان الشركة تهبط او تتعب او كده بتضطر تبيع بقى في وقت انت مش عايز تبيع فيه وده ما بيبقى احسن حقا انت كده بتربطني بالشركات هنهرجع للعقارات تانية بس بتربطني للفكر اللي داير دلوقتي فكرة التخارج من الحكومة والمؤسسات التي تتبع الدولة باشكال مختلفة علشان تتيح الفرصة للاستثمار والقطاع الخاص لما بنطرح فكرة انك بتبيع شركة نجحة الناس بتطلع تقولك ما هي شركة نجحة عندك بتجيب فلوس بتبعها ليه ممكن تشرح الحتة دي عشان الناس لان الحكومة داخلة في المرحلة القادمة في قائمة بيع لمجموعة من الشركات كبيرة جدا في احد اللقاءات الخاصة مع بعض المسؤولين قالوا لنا انها قد تتجاوز الميت مليار دولار فده رقم كبير كل مشروع حيبطرح حنسمع فيه تم دي شركة نجحة بتبعوها ليه خلينا ادي حركة مسئلة انا كنت بشتغل في شركة اسمها كريم كنت رأس لقليم شركة اسمها كريم كريم سنة من خمس سنين اتبعت الاوبر بتلاتة مليار ومئة مليون دولار تلاتة مليار ومئة مليون دولار رغم ان الشركة لم يكن لديها اصول مفيش حاجة خالص تكرة مفيش حاجة خالص بزبط يعني هي كلها تكنولوج من السنة اللي فاتت حصل ترانزاكشن على كريم باقل من الرقم ده ليه لان هي لما باعت الاوبر كانت في عزها وكانت في مجدها وكان ناس كتير تقول طب ليه بتبيعه طب ما هي لسه فيها فالبيع في احيان كتير بيبقى كويس جدا والفلوس اللي تخش يتعمل بيها حاجة تبقى اقوى بعدين فانا مع البيع في البيك زي ما بنقول او في القمة لاي شركة موجودة وده مفيد جدا للبلد ومفيد جدا الاقتصاد ومفيد جدا لكل حاجة هنفضل نمسك في الحاجات ما ممكن ما تبقاش بنفس القوة بعد كده طيب ارجع للعقارات تاني يعني سيد ياسين منصور طلع في حوار مع قناة العربية السعودية وقال انه بيتوقع زيادة في العقارات هذا العام 60% وده رقم ضخم جدا لكن لما حد زي ياسين منصور يتكلم يبقى بيتكلم من الواقع مستقبل العقارات في مصر وهل يمكن ان تحدث هزة تحدث فجوة في وقت من الاوقات فيحصل انهيار للسوق العقاري في مصر او التمويل لان شركات كتير واخدى خلوط من البنوك واخدى حلوط من المشترين انا مش شايف انه يحصل انهيار في العقارات ولكن انا شخصيا بفضل استثمارات اخرى عن العقار العقار كويس كاستورج اوفاليا او كاحتفاظ للفلوس لكن الخروج منه لما احراج بتيجي ببيع المشكلة انك بتنافس الشركة اللي بتبيع بالقصة على مدى طويل بزاق فبتضطر تنزل في السعر شوية عشان كتير بزاق فعشان كده انا بحب الحاجات الخفيفة لما عوزة بيها عدو الزرار خلاص كده اللي هي ايه بقى الدهب انا بحب العملات المعدنية بشكل غير عادي صراحة يعني انا مقسم استثماراتي ثلاث حاجات خلينا بقصادك يعني التلت في شغلي في الشركات الناشئة او في التكنولوجيا ايه والتلت في العملات المعدنية والتلت سيولة كاش تقريبا يعني العملات المعدنية بمعنى ايه الدهب طبعا رقم واحد اه الفضة في حد بيقول ان الفضة في طريق الى الارتفاع وانها ستنافس لما ادها بيغلى جدا وما يبقاش متاح هروح للفضة الناس هتروح للفضة ايه وكل العملات المعدنية موجودة وكل شوية يعني الليتيم مثلا في سنة 21 و 22 و 23 الليتيم اه الليتيم كان عمل ارقام رهيبة سنة 22 عمل ربعمية في المية عالدولار رقم يعني معهول نزل شوية بعد كده وي 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 حققت كتير جدا فهي مجرد ليه لان الخامات دي بتستخدم في صناعات كبيرة نيتم بيستخدم مثلا في البطاريات في العربيات فالطفرة بتاعة التسلا والحاجات دي خلت الحاجات دي تبقى قوية جدا وانا مركز جدا في الحتة دي وشايف انها يعني اندرسيرف او الناس مش مركزة معها بالقدر اللي المفروض تبقى مركزة معها فيه لان احنا منطقة مليانة خير كتير جدا بلدنا مليانة خير والمنطقة اللي حوالينا مليانة خير طب انا استفيد منه بقى